انهيار سقف منزل بمدينة صباح الأحمد يرفع سقف الاستنفار النيابي لتثبت من سلامة بناء بقية منازل المنطقة قبل انهيار المزيد منها ومطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة المتسبب تم توجيه رسالة للوزير الآن بأنفع أن يفتم فتح تحقيق فني فورا هذا واحد اثنين محاسبة المقاول وحالة للنيابة أيضا فورا ثلاثة يجب أن يتم أيضا تشكيل فرق وليس فريق واحد لفحص المنازل في صباح الأحمد تأكد من سلامتها وصلاحيتها للسكن المطالبة النيابية بكشف فني على منازل مدينة صباح الأحمد تزامنت مع اعلان وزير الدولة لشؤون الاسكان رفع توصية لوقف التعامل مع المقاول المنفذ للمشروع وإحالة الملف إلى النيابة العامة واضح جدا أن الرقابة ضعيفة وعدم وجود نظام تأميني للمشاريع هذه أو على المشاريع الضخمة هاي نتائجها احنا الشركة المؤمنة لا بد أن تتحمل قضية المشاكل الموجودة والخسائر وتحملها وترفع عليها قضايا توافق النيابي حكومي على أن سلامة المواطنين خط أحمر وأن انهيار سقف المنزل حادث لا يمكن تجاوزه ولا ينبغي أن يمتد بمكروه لسائر المنازل الأخرى بمدينة صباح الأحمد السكنية ترجمة نانسي قنقر